أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب نيجر والذي أصفر عن وقوة عشرات الضحايا والمصابين أعربت مصر في هذا الإطار وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمساواة والمواساة لدولة النيجر الشقيقة ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين هذا وأكدت مصر على موقفها الثابت والمندد بالإرهاب في كافة صوره وأشكاله والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة